لم تسلم الزراعة في العراق بشكل عام وفي محافظة ديالة بشكل خاص من حالة الترد العام في العراق حتى باتت ديالة تخسر خمسين شجرة من النخيل يوميا محافظة ديالة التي تعرف بسلة فواكه العراق والتي تشتهر ببساتين النخيل والحمضيات تعاني اليوم من تجريف وأحراق ممنهج وواضح على يد الميليشيات المسيطرة على المحافظة رغم مطالبات السكان بحمايتها إلا أنه لا مجيب لجنة الزراع البرلمانية أكدت أن هناك جهات متنفذة في الحكومة مما يعرف بالدولة العميقة وجهات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من بساتين النخيل وحقول الحمضيات تعمل على تجريفها لتحويلها إلى أراض سكنية وبيعها مقابل مبالغ مالية تذهب إلى جهات حكومية ومسؤولين من أجل غض النظر وعدم محاسبة المتسببين في الظاهرة التي وصفتها اللجنة بالخطيرة في حين تمنع الميليشيات مئات الفلاحين من تأهيل أراضيهم الزراعية وبساتينهم بحجة الإجراءات الأمنية محافظة ديالة مرت بظروف عصيبة ومعقدة على مدارس 16 سنة الماضية أثرت بشكل كبير على حجم مساحة الحقول الزراعية في كل الأغضية والنواحي وتسببت بفقدان 40% من مساحتها وأن مساحة النخيل في تقلص مستمر بحسب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالة كما كشف مسؤولنا في المحافظة أن بساتين ناحية قزانيا شرقي ديالة قرب الحدود مع إيران التي تعد الأقدم على مستوى ديالة وخاص بساتين النخيل منها والتي تضم أنواع نادرة من التمر عن فقدانها 60% من مساحة بساتينها خلال مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة حيث لم يتبق منها سوى ألف دونم محافظة ديالة تعاني من انهيار كبير في القطاع الزراعي بعد أن تعرضت لإهمال حكومي واضح وتجريف بذريعة العمران والاستثمار من قبل المتنفذين في حين تمنع الميليشيات مئات الفلاحين من تأهيل أراضيهم الزراعية وبساتينهم بحجة التهديدات الأمنية